بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الدراسات الاجتماعية عنوان درسنا لهذا اليوم التعصب والتمييز العنصري الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أولا يوضح أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ثانيا يعدد الأثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري ثالثا يستنتج أساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري والآن تعالوا بناء عزيزي الطلاب نراجع سويا ما تم دراسته في الحصة السابقة تحدثنا في الحصة السابقة عن مفهوم التعصب التعصب هو أي تمييز أو استثناء أو تقييد يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي كما تعرفنا على أنواع التعصب وهي التعصب المبني على اللون والتعصب المبني على أساس العرق والتعصب على أساس قبلي والتعصب الديني والتعصب الفكري كما تعرفنا على موقف الإسلام من التعصب فالإسلام يدعو الاحترام كرامة الإنسان ونبذي التمييز العنصري فقد خلق الله الناس جميعا من أصل واحد لذلك حث الإسلام على المساواة بين الناس ونبذي التمييز وجعل التقوى والعمل الصالح أساس التفاضل بين الناس فهو دين التسامح والتراحم بين البشر لذا فقد حارب الإسلام كل أسباب وأشكال العنف والتطرف والتمييز والعقية الاجتماعية وجعل مكانها مبادئ العدل والمساواة والرحمة الهدف الأول يوضح هداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتتضمن ثمانية عشر مادة وبدأ تنفيذها في عام 1969 وتهدف غيلا أولا القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ثانيا تعزيز التفاهم بين الأجناس والمذاهب والأديان ثالثا بناء مجتمع دولي خالم من كافة أشكال التفريقة والتمييز العنصري ولا تعالوا بنا إلى حل فقر تقرأ وحلل في الكتاب المدرسي صفحة 146 إلى 147 المادة الخامسة تتعهد الدول الأطراف بحضر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني في المساواة أمام القانون المادة السادسة تكفل أدور الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وذلك لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة على أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز المادة السابعة تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغيت مكافحة النعارات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية الأخرى وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للقضاعة لأجميع أشكال التمييز العنصري وهذه الاتفاقية ولا أن تعالوا بنا للإجابة عن هذه الأسئلة ما أبرز الوسائل التي تقدمها الاتفاقية للتعامل بحالات التمييز العنصري التي قد يتعرض لها الفرد الإجابة أولا المساواة أمام القانون ثانيا حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لخمايته ثالثا حق الرجوع للمحاكم للحصول على تعويض عادل ومناسب أو ترضي عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز السؤال الثاني ما التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التمييز العنصري الإجابة تفعيل دور التربية والتعليم والثقافة والإعلام في مكافحة النعارات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية والإثنية الأخرى والآن تعالوا بنا إلى حل الفقر الخامسة من السؤال الثاني صفحة 150 أذكر أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الإجابة أولاً للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ثانياً تعزيز التفاهم بين الأجناس والمذاهب والأديان ثالثاً بناء مجتمع دولي خالم من كافة أشكال التفرقة والتمييز العنصري الهدف الثاني يعدد الآثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري عزيز الطالب ينتج عن التعصب والتمييز العنصري آثار سلبية نذكر منها أولاً زرع الكراهية والأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد ثانياً هدر الكفاءات العلمية والإدارية بين أبناء المجتمع ثالثاً انتشار الفقر بين طبقات معينة من المجتمع رابعاً الهجرة خارج الأوطان نتيجة الإضطهاد خامساً زيادة الحروب ولا أن تعالوا بنا إلى حل الفقر الثالثة من السؤال الثاني صفحة 150 بين الآثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري أولاً زرع الكراهية والأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد ثانياً ثالثاً انتشار الفقر بين طبقات معينة من المجتمع رابعاً الهجرة خارج الأوطان نتيجة الإضطهاد وخامساً زيادة الحروب الهدف الثالث يستنتج أساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري أساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري تنعكس سلبيات التعصب والتمييز العنصري على الفرد والمجتمع على حد سواء لذلك لا بد من استخدام كافة الأساليب لمواجهته ومن هذه الأساليب أولاً تعزيز التفاهم والمشاركة المدنية والحوار بين الثقافات ثانياً التوعية بمخاطر التعصب والتمييز العنصري والمشاكل الناجمة عنه ثالثاً العدالة في توزيع الثروات والمكافآت والمنح وغيرها رابعاً غرس مبادئ الولاء والانتماء للدولة بدلاً من القبيلة أو الطائفة أو الجماعة خامساً تعزيز المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والطائفية سادساً إصدار القوانين التي تكفل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع والآن تعالوا بنا إلى حل الفقر الرابع من السؤال الثاني صفحة 151 وضح أساليب محاربة التمييز العنصري الإجابة أولاً تعزيز التفاهم والمشاركة المدنية والحوار بين الثقافات ثانياً التوعية بمخاطر التعصب والتمييز العنصري والمشاكل الناجمة عنه ثالثاً العدالة في توزيع الثروات والمكافآت والمنح وغيرها رابعاً غرس مبادئ الولاء والانتماء للدولة بدلاً من القبيلة أو الطائفة أو الجماعة خامساً تعزيز المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والطائفية سادساً إصدار القوانين التي تكفل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ملخص الدرس مر بنا يا عزائي الطلاف في هذا الدرس العديد من الموضوعات منها أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين الأجناس والمذاهب والأديان بالإضافة إلى بناء مجتمع دولي خالي من كافة أشكال التفرقة والتمييز العنصري كما تعرفنا على الآثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري والتي تتمثل في زرع الكراهية والأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد وهدر الكفاءات العلمية والإدارية بين أبناء المجتمع وانتشار الفقر بين طبقات معينة من المجتمع والهجرة خارج الأوطان نتيجة الإضطهاد وزيادة الحروب كما تعرفنا على أساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري والتي منها تعزيز التفاهم والمشاركة المدنية بين الثقافات والتوعية بمخاطر التعصب والتمييز العنصري والمشاكل الناجمة عنه والعدالة في توزيع الثروات والمكافآت والمنح وغيرها وغرس مبادئ الولاء والانتماء للدولة بدلا من القبيلة أو الطائفة أو الجماعة وتعزيز المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وأصدار القوانين التي تكفل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع والآن لنقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية للتحقق مما تعلمنا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية أولاً أي بما يلي من الأثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري ألف زيادة المحبة بين أبناء المجتمع باء انتشار السلام جيم القضاء على الفقر دال هدر الكفاءات العلمية بين أبناء المجتمع الإجابة الصحيحة دال هدر الكفاءات العلمية بين أبناء المجتمع ثانياً عدد أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الإجابة أولاً القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ثانياً تعزيز التفاهم بين الأجناس والمذاهب والأديان ثالثاً بناء مجتمع دولي خالم من كافة أشكال التفريقة والتمييز العنصري السؤال الثاني ألف وضح الآثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري الإجابة أولا زرع الكراهية والأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد ثانيا هدر الكفاءات العلمية والإدارية بين أبناء المجتمع ثالثا انتشار الفقر بين طبقات معينة من المجتمع رابعا الهجرة خارج الأوطان نتيجة الاضطهات وخامسا زيادة الحروب السؤال الثاني باء بين الأساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري الإجابة أولا تعزيز التفاهم والمشاركة المدنية والحوار بين الثقافات ثانيا التوعية بمخاطر التعصب والتمييز العنصري والمشاكل الناجمة عنه ثالثا العدالة في توزيع الثروات والمكافآت والمنح وغيرها رابعا غرس مبادئ الولاء والانتماء للدولة بدلا من القبيلة أو الطائفة أو الجماعة خامسا تعزيز المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والطائفية سادسا إصدار القوانين التي تكفل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا بما قدمناه لكم متمنين لكم مزيدا من التقدم والنجاح ونذكركم أعزائي الطلاب بضرورة الرجوع إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز وذلك لمشاهدة الدرس ومناقشة المعلم لنتمكن من الإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته